اختمت اليوم عمل منتدى دراسات السنوية الخامس والملتقى الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة المقام على مدى يومين الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية والرابطة الدولية والجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة وأكد المشاركون خلال المنتدى على ضرورة استخدام التقنية الخضراء في مجال استخراج النفط الخام في عصر الاستدامة وأهمية الانتقال من الاستراتيجيات الوطنية للطاقة إلى الاستراتيجيات الاقليمية الأكثر شمولية التي سيكون لها مردود كبير في عملية التنمية البيئية والاقتصادية لدول المنطقة هذا وتناول المتحدثون في نقاشاتهم الاستخدامات الأساسية للنفط المستمرة في المجالات الصناعية والخدمية في ظل تطبيق سياسات الملاءمة البيئية ونسب نجاحها الواعدة في تقليل الانبعاثات وإطالة الأمد النسبي لجدوى استمرار استغلال الوقود الإحفوري مع التوجهات الواعدة في التقليل التدريجي للاعتماد على النفط وإدخال المواد البديلة والمتجددة مع استعراض لأمثلة من التجارب الناجحة نسبيا التي تبنتها دول ومؤسسات وانتهت مجريات المنتدى بجلستين متزامنتين نقشت فيهما قضايا أسواق النفط العالمية من جهة وتغير المناخ والهيدروجين من جهة أخرى يهدف المؤتمر لجامع نخبة من المتخصصين وصناع القرار العاملين في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وذلك لمناقشة أحدث المستجدات في موضوع تحول الطاقة وهذا موضوع ذو أهمية عالية بسبب الالتزامات للدول متعددة في الشرق الأوسط فيما يخص الحياد الكربوني من بينها مملكة البحرين فينبغي على صناع القرار وغيرهم من سكان في الشرق الأوسط أن ينظروا في أفضل سبل لتحقيق هذا التحول وحماية البيئة وخف الآثار السلبية للطاقة التقليدية أتيحت لي الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر للتحدث حول استراتيجية الطاقة لمبلكة البحرين للتقدم في هذا المجال وتحدث عن كيفية تحقيق الحياد الصفري بحلول 2060 وكيفية تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 30% بحلول 2035 أنا فخور جدا أني موجود في مملكة البحرين الشقيقة كوله كمان أن البحرين عضو مؤسس بالهيئة العربية للطاقة المتجددة قبل أكثر من 11 عام وفخورين بالمستوى الذي وصلته لمملكة البحرين في مجال الانتقال الطاقي التحول الطاقي وخطى واثقة لهذه المملكة الحبيبة في الطاقة المتجددة والمؤتمر فرصة للخبراء من دول عديدة لمشاهدة على أرض الواقع الخطط الجارية من أجل مستقبل الاستدامة والطاقة المتجددة ترجمة نانسي قنقر